السلام عليكم طلابنا يعطيكم الف عافية وجينا معاكم بحصة تأسيسية مهمة جدا 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 حتقول ليش يا استاد راح اقول لك عنوان حصتنا بتحكي عن الاسئلة كثير طلاب بقول لي استاد انا بعاني اني ما بفهم السؤال شو بده سواء كان السؤال قطع كان السؤال معاني كان السؤال قواعد انه مشكلة بالتعامل مع السؤال يا استاد مع اني انا بكون درس المادة بس خلص بخبص في الامتحان بقول له بسيطة ما في مشكلة اول اشي خلينا نتعرف على شكل السؤال باللغة الانجليزية شوفوا يا جماعة خير لما عملوا اللغة الانجليزية عملوا نظام لكتابة السؤال هسا انا وياكوا قريجي تعلمنا انه الجملة بتتكون من سبجكت فيرب اوبجكت فاعل فاعل مفعول هاد الحكي تعلمنا وتعلمنا شي يعني اسم وصفة وحال يعني ربطنا الامور مع بعض صح طيب اليوم تعالي نكون سؤال شوفوا قدامنا هون تكوين السؤال بيجي في اللغة الانجليزية له شكلين وهذا الحكي انت كطالب بتكون مرقت عليه خلال الصفوف الماضي تمام تمام يا استاذ في انا سؤال يعني خلنا نحكي التي تبدأ بادوات السؤال وفي انا سؤال الذي لا يبدأ بادوات السؤال يعني شو الفريق بيناتهم استاذ يعني لما اجي اقول لك مثلا طبعا احنا ما نعرفها ماينام از محمد ماينام از كذا حلو هاد اسمه سؤال الاكسبلين انت فسرتلي وحكيتلي شو اسمك لو قلتلك هاواريو مثلا حقولي ايام فاين بس خلاص فاين اه يعطينا الاعافي طب كمل اشرح لي مثلا امورك تمام كويس بش طيب اجي اقول لك where are you from والله انت من وين اه ايام فرم جوردن والله انا من الاردن how old are you اه ايام خلنا حكي 17 years old بتصير انت تجاوبني وتشرح لي عن اسمك وعمرك ومن وين وكذا هذا هو السؤال اللي بيسموه الذي يبدأ باداة السؤال يعني بشكل سريع تعني تعرف عدوات السؤال هيك الشائعة زي مثلا where اينا اه وين متى واي لماذا السبب وات لما تسأل عن الشي how how كيفية حدوث الشيء او ممكن اقول لك how much ممكن اقول لك how many يعني للمعدود والغير معدود اللي هو الكاونتابل والأنكاونتابل يعني الاشياء اللي مرقنا عليها من قبل اذا تتذكروا which بسأل عن الشي who's للملكية لما اقول لك who's this who's this لمين هاي يعني هاي مين بملكها مش who is this who's this لمين هاذا الاشياء والله هذا القلم لا ايلي مثلا فيمتوا كيف المبدأ تمام اذا هاذا السؤال بيبلش باداة السؤال اما لما اقول لك are you happy هل انت سعيد حتقول لي yes والله انا مبسوط حتقول لي yeah yes يا no ما رح تشرح لي حتقول لي يا نعم يا لا ايوة اذا السؤال الذي لا يبدأ باداة السؤال وانما يبدأ بالافعال المساعدة واردي انياكو تعرفنا على الافعال المساعدة قبل هيك لجماعة افعال بيلي is am are was where استاذ عندي مشكلة بالتصريفات ما عليكم محلولة قلنا لكم محلولة ما تخافوا افعال ال have have has had افعال do do does did افعال الموديل كانو could do شلو شدو الجماعة هدول اذا السؤال اللي بيبلش بفعل مساعد مباشرة هو السؤال بيسموه سؤال ال yes وال no طيب رح يجي يقول لي طالب انا شو بستفيد من وضوع اذا سؤال explain او سؤال yes and no ممكن يجيك سؤال دوائر يسألك سؤال الاجابة تكون يا yes يا no يعني يا true يا false ممكن وارد جدا وبما انه احنا مقبلين يعني خلنحكي على انظم جديدة وامتحانات جديدة وامتحانات محوسة بالاجيل الفين و تمانية مثلا ممكن يجينا سؤال اسمه ال yes وال no ممكن يجينا اشي اسمه true or false عادي جدا يا جماعة الخير اما السؤال الاكسب لانه هو السؤال يحتاج الى تفسير وشرح وطبعا اجابته بتكون من ضمن القطعة بتكون اجابة قدامك دكتعرف تركز فيها بشكل سريع هيك احطيلكم مجموعة اسئلة حلوة فخمة زي كو يا فخمين مثلا لو اجيت قلتلك what's your name اذا بتلاحظه بلشت ب what is your name يعني التركيب كان عبارة عن w h question بعدين اجي عنا اشي اسمه هنا helping verb بعدين الاشي اللي انا بسأل عنه بسمه subject لو الفعل هاضر حكي جدا مهم انك انت تعرف تكون سؤال كثير طلاب بقول له استاذ انا ما بعرفك تموضو تعبير بقول له لانه انت عندك مشكلة ما بتعرف تتعامل مع الجملة مع السؤال بعد الحصص التأساسية صار تعرف انت تبني جملة مكونة من فاعل فعل مفعول صار بامكانك تبني سؤال مكون من اداة سؤال وفعل مساعد وفاعل لما تيجي على القواعد رح تلاقي كمان الامور جدا حلوة وامساعدية طيب تعا نشوف الله السؤال اللي بعده why are you angry طالعا شو قال لي قال لي why ليش are هيا قطاني الفعل you angry انت ليش معصب والله انا معصب لانه خلاص ايك لقيت انا معصب ما فيش سبب معي عامل حاله معصب اخي عصبي طيب لما تقول لك where is baul where اين is baul baul اسم واحد عندهم يا جماعة خير ما ازاي عندنا صجر ومجح وكذا وهيك وما عندهم توني ومش توني وباول ومش باول واغلى اخري طيب who is jain اه بسأل who is who is jain طلعوا كل ما اشي اهض التركيب او اهض الترتيب اذا في انا نمطية بطرح السؤال باللغة الانجليزية انا طلع اني انا اكون سؤال بالانجليزية مش ايش صعب طب لما اجي قل لك when متى does the bus leave اذا لاحظت هنا منسأل احنا عن الاسم مثلا اذا لاحظت هنا منسأل عن reason السبب اذا لاحظت هنا منسأل عن المكان where اذا لاحظت هنا منسأل عن الشخص هاي هي ادوات السؤال اللي عنده مشاكل فيها هنا when عن الوقت لما اقول لك when does the bus leave مدى متى يغادر او الحافلة تغادر اسأل عن مكان او سري لو وقت المغادرة لما اقول لك whose dog is this من يملك هذا الكلب مثلا dog الكلب هقولت اخوانا سلطي الكلب فمنسأل انه من بيملك هذا الكلب تمام how much does it cost كم تكلفة هذا الشيء كديش بكلفني على سبيل المثال اذا لاحظتوا هذا السؤال كامل بيمكانك انت هس تاخد شتاتك لهذا الاشيء هذا تكوين السؤال بسموه سؤال التفسير يعني طلع موضوعه سهل هس هايجي يقول للطالب وستاذ ليش استخدمنا از و ليش استخدمنا ار ليش استخدمنا دز و ليش هذا راح نتعلمه في اول قواعد في المادة سواء جيل 2007 او جيل 2008 يا جماعة الخير اول قواعد راح تخطوها في المادة اللي هي الازمن التنسز متى نستخدم السيمبل بريزنت متى نستخدم السيمبل باست يعني لا تخافوا راح نعرف ليش استخدمنا هذه الافعال انا بهمني اليوم انه استخدمنا الاداة استخدمنا هيلبينج فير فعل مساعد وبعدين سألنا عن الشخص او عن الشيء اللي انا بسأل عنه تمام تمام الامور حلوة الامور كويسة والدليل على كلامنا طرع شو بقولك الاجابة بدكون تفصيلية يعني هادا بسموه سؤال او في بعض يعني خلني المسميات انه السؤال اللونجي كوستن اللي هو السؤال الطويل طيب اما السؤال اللي هو السؤال سؤال اليس والنو تعال نشوف والله شو بميز هاد السؤال عن هاد السؤال لما اجي قولك دو يو اه بلشت في helping verb بدون اداة سؤال بعدين اعطيتك السبجكت اعطيتك الفاعل اه لما تقولك دو يو لايك دو لايك سبورت كارز يعني هل انت تحب السيارات الرياضية ايا بتقولي ياس ايا بتقولي نو او بحب تمام خلص انتهينا فيش بتشرح لي والله السيارة البورش المرسيدس التسلا لا لا خلص يا او يا لأ طيب دو يو بيتر انت بتعرف بيتر والله بيتر هاد لو اعرفه لا اكون ملياردير يا جماعة من اسمه مبين انه معاما صاري يعني ملياردير هاد من جماعة طبقة فحشة الثراء فأنا ولا بعرفوش بيتر فاعد قولي نو حلو لما اقولك طب انت معصب انا معصب انا مش معصب اقول لتا ذاك ايو انا مش معصب برمضان خصيصا انت ليش معصب انا مش معصب فبقول له اه لا مش معصب تمام يعني هل اسم اخوك از اذا لاحظتوا بلشت بدو بار بلشت بالهلبينغ بني بقولك يعني هل اخوك اخوك اسم اخوك جون اخوك اسمه جون لا والله اخوي اسمه صجر اه ها حلو اذا الاجابة كانت محصورة بيس ار نو الاجابة كانت محصورة بيس ار نو يعني اشي لطيف اذا بتلاحظوا حصص التعزيز احنا ما بنحفظ اشي بقول للطلاب بالتأسيس ما بنحفظ اشي فعليا ما بندرس اشي احنا بالتأسيس هو عبارة عن ملخصات الطالب باكتبها يعني انا لولا هاي دوسيات اللي ببعدت لك انا افضل انه الطالب بينسخ ازاي هدي كلهم طالب بقولي استاذ والله اسمه اطبع الدوسية ولا انا اكتب باجي بقوله لا يعني اكتب احسن بقولي والله ايدي وجعتني بقوله طب ما هو بتخيل انت في امتحان مبسوطين بالالوان بالمعلومات بالتفاصيل بالقصص وهي اخونا بالله هنا يا مو ويا ست الحباي باغ غورتو شي قاعد هون مبسوط هاي ومكيف اه تمام ايام الزمن الطيبين زي ما بيحكوا وجيه للطيبين هاي واخونا بالله فهذا هو الهدف من دوسيات اما انت كطالب مش غلط انك يتلخص يعني انا ما طلبت اشي منك بالتأسيس انك تحفظ اشي انا ما احفظ لما تفوت على المادة وعطيك معاني وقولك احفظ معاني ودرس المعاني اوكي بيختلف الموضوع اذا احنا بالتأسيس دينا نبسط نغير الجو صح ولا لا يا سلام طي في عندي هون هيك سؤال بس نشوف احنا فهمنا الفكرة لحكاها السيد محمد ولا لا طلع على البراكتس شو بيحكي سواء انه سؤال اسمه او سؤال اسمه يعني تعالي نشوف مين السؤال الذي يقبل يسنه مين السؤال بديه تفسير وانت كطالب يعني صار عندك الموضوع سهل وحكينا للطلاب بس نخلص الحصص التأسيسية رح يكون في اختبار سريع على التأسيس نتأكد ان الطلاب امورها تمام لانه ممكن طالب حضر التأسيس واستفاد ممكن طالب ما حضر ويعتقد ان اموره تمام الاختبار هذا بضبط ان الامور قبل ما نبلش في المادة طيب طلع علي شو حكيت لك هون قلت لك واز آه بلش في فعل بي يعني بلش بهالبينك فير وين ادت السؤال ما في قلت لك واز مهند واز مهند بسأل عن مهند اذا انه in the USA in 2010 هل هو كان في امريكا بالالفين وعشرة يا بتقول لي يس يا نو اذا هذا بدي يكون يس اور نو سؤال بنعم او لا طيب لما اجي اقول لك وير هايها دبلو اتش كوستشن بلشت اذا لاحظت اصلا دبلو اتش هايها بينا دبلو اتش از هاي فعلك عاد الامام بقول لك وين عاد الامام going to live وين دعيش عاد الامام والله عاد الامام بدي دعيش حسب في امريكا في كاليفورنيا مثلا طيب عسبين مثال يعني فحضوا سؤال من سميه سؤال اسمه الدبلو اتش كويس طيب تعالي نشفنا كمان حب داز آه بلش من جماعة افعال الدو طيب شو من افعال الدو دو داز دد هل هذه المدرسة في عندها نظام تعليمي كويس يا بتقول لي آه مدرسة كويسة يا بتقول لي لا اذا هذا سؤال بيسمو يس اور نو يا جماعة الخير بس انا ما بدي منك في التأسيس اتحل واسئلة وبنوك لا 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 الموضوع بس اتعرف لاخصائص المادية عشان لما انا اجي بدرس الازمنة عسب المثال نكون سؤال تكون عارف تكون سؤال بس هاي كل المعادلة اوكي احنا في حصصنا من عيدي بشكل سريع الاشياء والتفاصيل هاي ولكن انت كطالب لازم تكون بتعرفهم اذا التأسيس مش للطالب الضعيف هو لكل الطلاب يسترجع لي المعلومات الموجودة عنده لانه هو كان معطل فاكيد المعلومات فانش اتبخرت فانش تاع الغسيل يعني انه اتبخرت طيب لما اقول لك هاو فار هاو فار آه بلش بW اتشي كوستشن هاو فار بسأل عن المسافة كم تبعد اربد من هنا والله حتقول لي سبعين كيلو خمسين كيلو تلاتين كيلو حسب كل واحد ومنطقته يا جماعة خير اذا هذا السؤال منسميه سؤال WH يا سلام الامور لحد الان حلوة والامور جميلة طيب لما اجي اقول لك يلا when هايها WH question dead لمسطلت ليش استخدم dead ليش ما استخدم دو هذا راح نحكارنه بدرس الأزم نخلوه لياب وقته لما نبلش في المادي when did the first Palestinian revolution begin متى بدأت الثورة الفلسطينية الاولى اذا بيسأل عن الوقت بده اشرح له بعام كده وعام كده وعام كده اهو بقيادة عبدالقادر الحسيني وابصرش يعني قصص بالتاريخ تمام تعالوا على جملة رقم 6 what is the time what what هي يبلش ب WH question is the time what is the time كم الساعة قديش الساعة شو الساعة الان يعني هو بيسألك شو الساعة الان ليل صبح مساء at morning at evening كده اذا هيك احنا اقدرنا انميز وبإمكانك تاخد screenshotاتك لهذا التمرين صار بإمكانك يتميز انه فينا سؤال واسمه اليس ونو طب استاذ شو راح استفيد انا من اللي حكيت وانتهس انا بقول لك بعد ما تكون تعرفنا على نمط السؤال في اللغة الانجليزية وتعرفنا على شكل السؤال لم يجي قطعة في امتحان الوزارة اكيد الاجابة ده تكون موجودة بالقطعة بس اذا الطالب ما كان فاهم السؤال شو بده او في كلمات الطالب بدور عليها احنا اغلبنا ماسك هالكلمة وإلحق يا كبير ولا حدا داري شو بصير معه بعدين بقول لي ما جيبتش علامة كويسي في الانجليزي بقول له ما بزبط هذا الحكي لان كلمات احنا نستخدمها في صناعة السؤال كيف لما يقول لك صانع محتوى في انه صانع سؤال هذا صانع السؤال فيه ادوات وفيه كلمات بيستخدمها بتكون كلمات عامية او كلمات في المادة بيستخدمها عشان يكون السؤال فانت حرام بتكون في امتحان مش فاهم شو بده صاح كويس شو كاتب لك هون طبعا شوفوا لما انا عملت التأسيس اعملته لجينين سواء النظام القديم او النظام الجديد والانجليزي هو زي ما تقوله البيسيكس تاعه ثابت بس اما نيجي نفوت على المادة راح تكون فيه لغتين مختلفات ما تخافوا لما اجي اقول لك هنا كلمات مهمة للتعامل مع اسئلة القطع في الامتحان حفظ زي اسمك اذا اوكي هيدخلنا مرحلة الحفظ شعن مرحلة الحفظ يعني كلمات انت ممكن مش مارقة عليك او ما بتعرفها تعالوا نشوف الكلمة اللي انت بتعرف فحط عليها صح والكلمة اللي ما بتعرف فحط عليها النجمة وكل فترة ظلك راجعهم مثلا لو اجيت انا في قطعة معينة طي هاي helping words to solve the question عشان تفهم السؤال اذا الاهم من اجابة السؤال انك تفهم السؤال تمام لما اجي اقول لك write down the effect or the impact اعطيني الاثر او التأثير من موضوع معين في قطعة يعني زي كنا بقول لك اعطيني اثره كايجابي او سلبي يعني كadvantages or disadvantages اذا من يوم اطال effect او impact معناها تأثير فبيكون يا ايجابي يا سلبي اذا بتعرفها بتحط عليها صح اذا هالكلمة اول مرة بتعرف عليها بتروحها الدفتر انت لحالك بتسميه دفتر معاني من يوم وطالع اي مادة من اخذها اسمها دفتر المعاني وكل نهاية اسبوع تمسك هالكلمات اللي قبل واللي جديد واللي بعد وبتظلك يتراجع فيهم اول باول وكل كلمة بتلاقي حالك متذكرها بتشطبها من هذا الدفتر هيك اسمها درست معاني عشان انحسن الممري انحسن الذاكرة طيب لما اقول لك give me the factors اعطيني العوامل التي تؤثر على فلان مثلا عوامل اهو حلو لما اقول لك اعطيني the ways or the method اعطيني الطرق والاساليب المتبعة عاونا نكون عارفين انا نطلع النص وندور على اساليب وطرق متبعة لما اقول لك suggest اقترح حسا اذا كان الامتحان كتابي في انه سؤال اسمه suggest بدك تبدي رأيك اهو اذا كان امتحانك دوائر او محوسب او الكتروني اهو ما بيكون عندك suggest بس بيكون عندك اشي بديل suggest بديل الاقتراح يعني ما تخاف في بدائل لكل شيء في مادتنا جميل جدا لما اقول لك اعطيني the uses الاستخدامات the use الاستخدام في انه سؤال اسمه functions الوظائف شو استخدام قاعدة مثلا او شو استخدام الverbon في اللغة الانجليزية حتقول لي to talk about repeated action مثلا اذا انتو يعني بتذكرين قواعد حتقول لي talking about facts حقائق اهو هذا هو الاستخدام بسموه يعني زي function طيب لما اجي قول لك اعطيني the cause reason motive السبب الحافز رح نتعرف على ادوات اسمه ادوات السبب لما اجي قول لك ليه اش عملت هيك قول لي والله because كذا وكذا في ادوات للسبب في الانجليز وممكن اسألك عن السبب طيب لما اقول لك اعطيني the advantages الايجابيات the disadvantages السلبيات شايفين مقطع the advantages حولها من ايجابي الموضوع اصلا ليش هو بعطيك النص بشكل عام طيب لما اقول لك give me examples اعطيني امثلة هاي زي ما تقول ما ارقع على اغلب طلاب المملكي لما اقول لك اعطيني the purpose the aim the goal الاهداف الايديا شو ما انا ايديا الفكرة من الموضوع اذا هذا الحكي جدا بساعد الطلاب يصير شاطر بالقطعة طب اذا هاي الكلمات انت ما بتعرف فبتيجي بتقول لي انا اندي مشاكل بالقطعة اذا اكيد انتك مشاكل بالقطعة فالامور محلولة لا تخافوا حكينا لكم راح نعلمكم تدرسوا الانجليزي بطريقة كويسة راح نخليكم من يوموا طالعة تتعاملوا معها بلطافة مش والله افوتوا على المد انتي مدزين خلا ما بدرسك لا 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 طولوا باقيكم طيب لما اقول لك اعطيني the features or the characteristics الخصائص طرح كلمة characteristics من كلمة شخصية خصائص هذه الشخصية خصائص هذا الموضوع الشكل تاعه اها حلو طلعوا دائما عيد وراي وانا بحكي ضلك عيد وراي لا ضلك تقولي انا بعمش اقرأ الانجليزي هو عبارة عن اعادة مقاطع فهمتوا كيف المبدأ يعني الامور حلوة عملية تكرار يا جماعة الخير طيب لما اقول لك اعطيني دليل يعني في جملة بالنص تدل على اعطيني الخطوات يعني زي سؤال عدد اعطيني الخطوات اللي اتبعوها بهذا النص واحد اثنين طيب صد كيف تدعرف التعداد في الانجليزي بتلاقي فاصلة وراح احكي عن ادوات الربط كمان شوي اللي بتعدد النقاط طيب لما اقول لك ماذا نستفيد من هذا الموضوع يعني بحكي عن نتائج ادنها مفيدة اعطيني هذه الفوائد من الموضوع طيب لما اقول لك اعطيني كلمة تحسن تدعم يحسن يعزز يعني من موضوع الايجابيات طيب ممكن احنا يجينا سؤال في الابتحال الوزاري واعطيك نص كامل واعطيك اربع عنوين واقول لك اختار للهيدنج or the title العنوان المناسب بعد ما تكون انت قارئ القطع ودارسها طيب اعطيك اربع عنوين فانت بتقول لي والله هذا العنوان الكويس ممكن يجيك سؤال زي هي حلو لما اقول لك away from بعيدا عن يعني هاي من المصطلحات اللي بسموها خلنا نحكي يعني من الانظم محمد مثلا ايوة فهمتوا كيف المبدأ انه في عنا حروف جر راح نتعامل معاها وراح يكون عنا كثير من هاي الشغلات ما عليكم لما اقول لك مين يعني اعطيني المعنى شو يعني معنى يعني 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 عرف عرف للموضوع طيب صد عرف من عندي احفظ لا لا مش تاريخ اردن احنا عرف يعني بكون في عندك تأريف شيء بالنص بدك اتعرفه طيب والله هاي الكلمات يعني قيمي يا جماعة الخير لما اقول لك the pronoun refer to على ماذا يعود الضمير طبعا طالبنا حافظ علي وراها مباشرة يا أستاذ بقول لك لا وبطلع متحم بقول لك انا عطاني الأستاذ غلق مش دائما بعود علي قبلها مباشرة راح نعلمكو كيف تتعامل مع هاي الضمائر طيب لما اقول لك code the sentence which indicates جيب لي الجملة التي تشمل وتحتوي و involves التي تدل على طيب لما اقول لي the writer recommend الكاتب يوصي يعني بيعطي رأيه بيعطي review بيعطي advice النصيحة حلو في ان كلمات انت طول عملك بتدرسوا كلمة مثلا fast سريع quickly بسرعة في كلمة بتشبهها اسمها rapidly rapidly هاي كلمات بمعنى انه شيء يحدث بسرعة جميل جدا لما اقول لك في انه lack of exercise او scarcity في انه نقص في التمارين في انه scarcity of knowledge انه نقص في المعرفة هاي كلمات تمرتب طيب لما اقول لك emphasize في جملة بالنص توضح تؤكد emphasize كيف لي ماسك هذا قلم الhighlighter هذا بوضح يعني اللعيون احنا ولا بنوضح معلومة اه في انش اسمه items في انه مصطلحات لونية مصطلحات جسدية كتير مصطلحات في المادة راح نتعرف عليها زي مثلا ممكن اقول لك i feel a bit blue والله اشعر ببعضا من اذا بتقول للون الازرق بقول لك لا blue معناها الحزن ايه جد وساء اه لما اقول لك i see red والله انا شايف الدنيا حمراء يعني انا معصب هذا بسمو item مصطلح ممكن يكون مصطلح جسدي ممكن يكون مصطلح يعني خلنا نحكي لوني يعني بالمعنى حسب المادة ببين معاك هاي المصطلحات طيب في انه مهارة كتير طلاب بتجهلها في مادتنا ايش اسمه rhetorical device طلعوا rhetorical device الاداة البلاغية شو عن اداة بلاغية مش في عندكو ادوات للشعر في اللغة العربية حيلو احنا عنا نفس هاي الادوات يلا ما اتقول لك كلمة buzz hum fresh fresh بطلع اصوات صح هذا اسلوب الانجليزي اسمه الانوموتوبيا ادوات الصوت مثلا اها لما اجي اقول لك the baby is walking like a mouse الطفل اللي يركض ويمشي مثل الفيران هذا عندكو بالعربية شبهة احنا الناس اذا في انش اسمه الاداة البلاغية في الماد وهذا اشي جميل جدا طبعا لما اجي اقول لك كلمة function الوظيفة من هذا الشيء نفسك كأني بحكي كلمة use الاستخدام طب لما اقول لك think فكر او اعطيني point of view اعطيني رأيك بتقول لي انا ما عنديش رأي استاذ لا بزوطش بدك تبدى رأيك طب استاذ انا عندي مشكلة بهذا السؤال كيف ده حلو موضوع بداء الرأي هو يتعلق بفهم الناس واحنا منفهم طلابنا الناس ومنعطيهم قضايا مقترحة وهاي القضايا لما الطالب يتدرب عليها عمدار السنة ويفوت امتحان ولاقي نفسها موجودة لانه هو تدرب كثير عليها ما راح يتغلب راح يقدر يبدي رأيه لانه مخزون الكلمات عنده تحسن طب استاذ وان هاي الكلمات انا باقي يعني ما اعرزش عنها اشي اوكي انت في كل صف كنت اخد جرعة معينة من هاي الكلمات بس مش كلهم مع بعض انت السكبرت اصور توجيه ومسئولية ومش مسئولية فبدك هالكلمات تسيطر عليها لما اقول لك طلع لي من النص الينكينج وورد اداة ربط بمعنى كذا ومعنى كذا نعرف شو مادوات الربط ورح نحكي كمان شوي لما اقول لك the correct order بس وقف لي هون في الطلاب بقول لي استاذ اذا كان امتحاني محاوسة بخلني نحك جيل 2008 في تعبير بقول لك لا طب شو في بدل التعبير بتلاقي شو اسمه the correct order بيعطيك ست سبع كلمات مخربطات بدك ترتبهم بناء على فاعل فعل مفعول صفة اسم ايوة نكون مبدئين بهي الشغلة ممكن يجيك سؤال اخر يقول لك written correctly في جملة مكتوبة بشكل صح وجملة مكتوبة بشكل خطأ يعني هون رتبها بس اختار الشكل الصح اذا هاي بدل مهارة writing ممكن تكون موجودة هاي كانت موجودة ايام الكورونا لجماعة المنهاج القديم طيب لما اقول لك طلع لي من النص كلمة بمعنى similar meaning نفس معنى هاي الكلمة يعني نكون حرضين كلمات ونستخرج كلمة من البدائل اللي هي بتكون بنفس المعنى ولكن تختلف بالكتابة زي مثلا كيف قبل شوي قلت لك fast مثلا وينها fast روحت fast سريع بدلها rapidly اه البديلي عنها طيب يعني هذا اشي معاني ايوة طيب لما اقول لك one of the options of it is a true ممكن يجيك سؤال صح وخطأ يعطيك اربع عبارات خطأ وقل لك يلا في واحدة منهم صح اتخيل انت هاي الاسئلة مش عارف شو بدها كيف انتك تختار عشان هيك كتير طلاب كان يقول لي استاذ انا عندي مشاكل بالقطع ومش عارف احلها لانه انها مشكلة بفهم السؤال طيب لما اقول لك the purchase pi بده اقوم بعملية شراء بده اشتري شيء بدل كلمة pi اللي بتعرفها في انها كلمة purchase اوكي لما اقول لك اعطيني elements عناصر هذا الموضوع elements العناصر طبعا ممكن تكون عناصر كيميائية ممكن تكون عناصر القصة بغض النظر هي elements عناصر يس لما اقول لك والله اللي كاتب هذا النص او هذا الموضوع فيه difficulties صعوبات فيه problems مشاكل حلو لما اقول لك فيه similarities تشابهات يعني فيه موضوع في النص بتشابهوا مع بعض they are all كلهم زي بعض يتشابهون لما اقول لك اعطيني aspects مظاهر اشكال كيف مثلا اقول لك the aspects of life in the future والله اشكال الحياة في المستقبل طبعا كلمة examples مكررة ما فيه مشكلة لما اقول لك الكاتب يوضح اذا الايجابة وان موجودة في النص وموضحها الكاتب لما اقول لك اعطيني consequence النتائج وقلنا لكم النتائج بتكون يا ايجابيات يا سلبيات يعني انا بقدر اربط هاي الكلمة يا جماعة الخير كلمة consequence وان راحت انا بقدر اربطها بموضوع الadvantages والdisadvantages الايجابيات والسلبيات وبقدر اربطها في موضوع الbenefits اذا هذه نتائج consequence حلو حلو هسا نخليكم تاخذوا screenshotاتكم ما عليكم لما اقول لك the statement or the sentence الجملة الموجودة بالنص خلاص واضح بده الجملة بالنص لما اقول لك the writer express الكاتب يوضح رأيه اذا من نأخذ رأي هذا البني آدم بالقطعة لما اقول لك the writer mentioned والله mentioned مش عالسوشال ميديا مش عالفيسبوك تفضحوا ناس mentioned يعني ذكر بالنص تلات اربع نقاط تعطيني اياهم ايه هاي طلعات الكلمات يعني بتسهل عليك الامور اه ولا لما اقول لك ex plan of think سؤالي critical thinking اللي هو التفكير الناقد يعني اكتب رأيك opinion طب لما اقول لك اعمل عملية replace والله استبدلي هاي الكلمة بمصطلح لوني استبدل هذا المصطلح اللوني بكلمة اذا هذا ايشي بخص المعاني لما اقول لك find استخرج لكلمة من النص يعني استاذ احنا في امتحاناتنا هو بعطيك المعنى بالانجليز اللي انت كنت تحفظه بالمدارس بس بالاخير بدك تستخرج الكلمة فقط من موضوع اللي هو هلنحكي من التكست من النص اهه اذا من اليوم طالع ما رح نحفظ انجليز انجليزي بقدر بدنا نفهم هاي الكلمة شو قصتها اذا من اليوم طالع بدنا نكون مبسطين في دراسة مش بس قاعدين نبصم معاني نبصم معاني ها الفاضي لا لما اقول لك code يعني بدك تجيب للنص من اوله لاخره copy based بدك تنسخلي يا كلام فلان يعني انا اقتبس عن القطعة اقتبس من شخص معين يا سلام لما اقول لك there is misused هناك استخدام خاطئ اذا في خلل انا بدي عرف مين الخطأ فيهم مين الصح واختارها لما اقول لك choose يعني سؤال دوائر طبعا سواء كان محوسب ورقي في انها اسئلة الدوائر فبقول لك اختار وفي ان اش اسمه الفرز الفيرب الفعل الاستلاحي زي لمواجه واحد يقول لك مثلا depend on depend on يعتمد على اذا لاحظتوا هذا مكون من فعل من فيرب وحرف جر فكثير انه في المادة اش اسمه الفرز الفيرب الافعال الاصطلاحية اذا حصة اليوم هي مهمة من ناحية ايش من ناحية ايش يا استاد انه انت كطالب اذا انك بتعاني في اسئلة القطع قني اصغرها او اعملكوها جزئين تاخذ سكرين شوتاتكو تمام خلينا هيك نصغرها شوي يس بس بدنا الاسهم احنا بهمنا الاسهم تمام يلا خذ سكرين شوتاتك اذا احنا بهمنا بحصة اليوم يا جماعة الخير انه هاي الكلمات مش نحفظها هاي الكلمات لازم كل فترة نقرأها عشان احنا نسير شاطرين بالقطع دين كويس كويس اذا اي طالب من يوم الطالب يعاني من موضوع القطع هو يعاني بهذه الكلمات واللي يعاني باسئلة الامتحان هو يعاني بهاي الكلمات هاي الكلمات جدا مفيدة بتخلي الطالب يستفيد بشكل عام طيب هاي بالنسبة لحصة اليوم بشكل سريع بس خلنا اعرفكم على اشكال اسئلة القطع هيك بعد دقيقتين في الفيديو لبعده نفوت على ايش اسمه تصريفات الافعال وادوات الربط عشان انت كطالب خلص يكون انتك فكرة كاملة علمات ديك وامورك حلوة فيه انه سؤال في الانجليزي اسمه يعني عدد واحد اتنين ثلاث كيف بعرف هذا السؤال من خلال الفواصل من خلال الاند من خلال الور فيه انه ادوات رح نحكي عنها بالفيديو لبعد اسمه سؤال عدد شو اسمه سؤال عدد هيك بي في امتحال وزار سواء كان امتحانك مقالي كتابي محوصة بغض النظر لما اقول لك code the sentence او write down the sentence انا بقول لك وانا اعطيني الجملة ركز اعطيني sentence اذا هذا السؤال اسمه من يوم وطالع code اقتبس هذا الحكي لا تحفظه بس ركز معي عشان تفهم السؤال من يوم وطالع اللي انا حكيته فوق لما اقول لك find a word ابحث عن كلمة in the text اذا نكون دارسين المعاني فاهمينها ومستوعبينها عشان اقدر استخرج هالكلمة الموجودة قدامي بالنص طيب او ممكن يقول لك write down the meaning هذا هو اكتب المعنى هذا النمط اللي بطلت الوزارة تجيبه للطلاب من باب انه مش مجدي مش مجدي انه خلي الطالب يحفظ 7000 مليون كلمة وبالاخير يكتب لي المعنى كامل لا هو سؤال بيجي بالاكس انت بتدرس المعنى وبتستخرج الكلمة حيلو لما اقول لك what does the underline pronoun refer to على ماذا يعود الضمير كلنا بنعرف انه فينا ضمير اسمه i me my ضمائر المفرد اللي هو الشخص المتكلم he she اللي هو الذكر والأنثى these this that those اللي هو بحكي عن شيء مفرد او اشي جمع they them there بعود على جماعة معينين which عن جماد who عن شخص when الوقت يولى المخاطب انت انت انتما انتنا واخذنا اردنا اياكو الضمائر قبل هيك ممكن يسألك one or two يا رقم واحد واثنين وثلاثة بالنص عمين بتعود هذا بسموه سؤال الضمير اذا هذا مهم جدا سؤال اسمه critical thinking هو طبعا مش صعب ولكن هو يعتمد على انه احنا كيف نساعدكو تفهموا النص مش بس تحفظ وتضحق وراء الكلمات هاي المهارة بتنحل مجرد ما فهمنا النص واحنا وظيفتنا نخلي الطلاب يستمتعوا في المادة فراح يقدر يبدي رأيه حتى لو انه كان عنده ضعف ونكون احنا اشتغلنا عليه باذن الله تعالى فلما اقول لك critical thinking كيف ده عرف مني مطالع انه critical thinking لما اقول لك the writer thinks الكاتب يعتقد explain يفسر justify وضح suggest اقترح طبست كيف نتعامل معهم طبعا كل قطعة منوخذها في المادة مباشرة راح تلاقون يعلمت كنت تعملوا عليها تفكير ناقد يعني هذا اشي مرتبط بالقطع بس هاي هي سيخت السؤال السؤال الاخير اللي ممكن الوزارة تطرحوا هيك من باب انها اذا ما بدأت جيب سؤال quote ما بدأت جيب سؤال thinking لجمع الجيل 2008 ممكن يقول لك write down the suitable title اعطيني العنوان المناسب for this paragraph بيعطيك اربع عنوين على شكل دوائر وبيعطيك جزء من النص وانت بتقرب في الجزء بتربط عملية تربط بين القطع والعنوان بتلاحظ انه العنوان بتطلع معك كسؤال دوائر اسمه اكتب العنوان المناسب للفقرة يا جماعة الخير اذا حصتنا اليوم كان مبدأها انه نتعرف على شكل اسئلة امتحان الوزارة اذا انت كطالب توجيه هسا ما عود تتعامل مع امتحان بخص الاستاذ في المدرسة انا ممكن اعملك امتحان وحط اسئلة من المريخ وغلبك تمام بس ما تفوت عن امتحان الوزارة فيه نمط فيه اسلوب فيه طريقة بطرح السؤال فانت ستتعامل مع امتحان يكتب من قبل الوزارة هاي هي انماط الوزارة هاي هي الكلمات اللي بتتعامل معها الوزارة اذا من يوم مطالع احنا ما رح نتعامل مع عقلية مثلا استاذ محمد او استاذ ابو حسان انه هو بده عملنا امتحان ما حد رح يفهم السؤال لا بالعكس من المطالع بدنا نتدرب عن نمط الوزارة اذا بحصة اليوم كان المبدأ منها نتعامل مع ايش اسمه ايش الى كوستشن شو مانا كوستشن السؤال طيب الحصة البعدة ها بده ساعدكم بشغلة مهمة نتعامل مع أدوات الربط واش اسمه تصريفات الافعال يا جمعة الخير لما تخلص هاي الحصة الساسية كامل بإذن الله تعالى بدك تكون جاهز لكوز قبل ما انت تبلش في المادة بتمنى انا كانت حصة حلو وفخمة ورائعة وزيكم وبدنا نظلنا متحمسين واحنا نبلش في المادة مبسوطين وبإذن الله تقالى واحنا بنوخد في هاي المادة انت رح تتذكر كل معلومة شرحناها في التأسيس بس بالله عليك انك تلخصها وانا بحب الطلاب يلخصوا وينزلوا لي ستوريات على الانستجرام وملخصي والاستاذ ويعني انا بكيف بكون مبسوط جدا فبتمنى انه تكون ملخصاتكو حلوة يعطيكم الف عافية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة